وصيته الأخيرة يعني هو كتب خطاب قبل أن يودع له الله وقال يعني بعد في جزء من الخطاب أن الموت علينا حق وإذا لم نمت اليوم سنموت غدا وأحمد الله أنني مؤمن بربي فلا أخاف الموت الذي قد يريحوني من هذه الألام التي أعانيها فقد أديت واجبي نحو بلدي وكنت أتمنى أن أؤدي الكثير ولكن إرادة الله فوق كل إرادة البشر والأعمار بيد الله لن يطيلها الطب ولكنني لجأت إلى العلاج حتى لا أكون مقصرا في حق نفسي وفي حق مستقبل أولادي الذين لا يزالون يطلبون العلم في القاهرة تحياتي إلى كل إنسان أحبني رفع يدهم إلى السماء من أجلي تحياتي لكل طفل أسعدته ألحاني تحياتي لبلدي أخيرا تحياتي لأولادي وأسرتي الله أرحمه رب العالم يعني أجمل وداع أنه أولا مدرك ما يجري ومدرك كمان أعطاؤه للبلد وأعطاؤه للأطفال لاhe lele مدرك أنه حيعيش كان عارف أنه حيعيش في وجهاننا يعني الكلام ده بيؤكد احساس فوزي انه عايش ده انا عايز اقول لحالك حاجة بقى بالمناسبة النهاردة بنتكلم عن فوزي في ملحنين اشهر من فوزي ماخدوش الحب اللي بياخدوا فوزي وسيظل ياخدوا فوزي وعندك امثلة كتيرا طبعا فوزي كان ملحن وطني جدا لكنه ما كانش ملحن رئيس يعني كان ملحن لبلد ما غناش لزعين غنى فقط لمصر ولما كان بيطلع برغم انه هو وقت بعتقد انه وقت التأميم قالوله روح صالح روح حاول الناس كانت بتفسر انه لم يغني بشكل مباشر للرئيس ما غناش بينما اخرين غنوا يا جمال كله كان دائما بلدي احبابتك يا بلدي يا سلام يا سلام يا سلام